بعد الحراك الشعبي الكبير صورت 30 يونيو وبعد بنية تحتها قوية مشروعات كبيرة وعودة مصر كمان لمكانتها الطبيعية في العالم الجهود اللي بوزلت خارجيا شايفها ازاي؟ هو طبعا في البداية لازم نأكد على ان 30 يونيو ده يوم فارق في تاريخ الدولة المصرية مش في تاريخ الدولة المصرية فقط لكن في تاريخ المنطقة كلها المنطقة العربية ككل لان مصر كانت الهدف منها اسقاط الدولة المصرية قبل 30 يونيو وده طبعا بالتحالف مع جماعة الاخوان والعمل على مشروع الشرق الاوسط الكبير اللي هو تقسيم الدولة العربية وهو ده اللي احنا شفناه وقت حكم الجماعة الارهابية لمصر لما كانوا بيتحدثوا عن انه هيدي جزء من سينا لقطع غزة وايضا هيتم اعلان دولة اسلامية في سينا وبالجنوب هيدي جزء للسودان يعني كان فيه مخطط لتقسيم الدولة المصرية فالشعب المصري فطن شعب المصري تأكد بشكل واضح ان هناك تهديد مباشر له فنزل الشعب المصري ككل يوم 36 لعودة الهوية مرة اخرى ولعودة الدولة الى اصحابها مرة اخرى طبعا بعد 30 يونيو كان فيه العديد من الازمات وجهة الدولة المصرية بشكل مباشر لان مصر تحدد العالم كله لان زي ما بقول لحضرتك ان كان فيه مشروع الشرق الاوسط الكبير فكون ان مصر وشعب مصر يطلع ويقف لهذا المشروع بشكل مباشر فكان فيه محاولة لعزل الدولة المصرية محاولة لعودة تنظيم الاخوان الارهابي مرة اخرى الى الحكم في مصر لكن الشعب وقفه ايضا كانت القوات المسلحة المساندة للشعب كانت وقفة لدعم القرار الشعبي بالنسبة لما يحدث على الارض لو جينا بصينا من بعد 36 هنجد ان مصر كان في حالة عزلة يعني بتسعى الدول الكبرى انها هتعزلها بشكل مباشر لان كان فيه تم تجنيد عضويتها في الاتحاد الافريقي على المستوى الدولي احنا شفنا ضغوط شديدة كانت على الدولة المصرية وتصريحات كتيرة بتصدر من الوريات المتحدة الامريكية ومن دول الاتحاد الاوروبي كلها الهدف منها الضغط على الدولة المصرية حتى السلاح بتاعنا اللي كان متواجد في الولايات المتحدة الامريكية بيتم عمل عمارات ليه او اللي احنا متعقدين معاها رفضوا ان هو يديهولنا في ظل وجود جماعات وتنظيمات ارهابية كانت متواجدة في سينة بتحاول انها تسير البلبلة وتسير الرعب وتدخل الزعر ايضا في المواطنين وانها تدخل في صدام مع القوات المسلحة المصرية لكن من بعد 2030 يونيو الدولة المصرية وخاصة بداية من 2014 مصر وضعت استراتيجية واضحة وصريحة للتعامل مع كل دول العالم واقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم وخاصة القوى الفعلة في النظام العالمي اللي هي الولايات المتحدة الامريكية ودور الاتحاد الاوروبي والصين واليابان وخلافه من اجل تحقيق المصلحة الوطنية المصلحة الوطنية ان مصر تعود مرة اخرى انها تبقى دولة قوية قادرة دولة كبرى دولة قادرة على حماية امنها القومي بشكل كبير جدا دولة داعمة لمحيطها الاقليمي زي احنا كان فيه ولذلك لغاية دلوقتي ان فيه ازمات كتيرة في العديد من الدول العربية فمصر انها ترجع مرة اخرى لانها تحافظ على تماسك الدولة وتحافظ ايضا على تماسك ووحدة الدولة العربية بشكل واضح وبشكل مباشر ودعمة ايضا للدول الوطنية والجيوش الوطنية هو ده اللي احنا نشوف نيره